خوفا من الآفات التي اشتاحت الكثير من الأشجار في مزارع دلتا أبيان بدأ محمد جني محصول هذا الموسم من فاكهة المانجو قبل نضوجها بغرض بيعها إلى مصانع التعليب الخاصة بإنتاج المخللات نظرا لعدم توفر المبيدات التي تضمن بقاء الثمار حتى نضوجها فيه مرض كثيرة زي العناكب زي العسال زي البيض الدقيقي فيه من أنواع الأمراض الآن هذه ينتقوها قبل حلها بسبب العشار مصانع في عدن وأن الحبة ترقع كما هذه بثلاث مرات بس بسبب المصانع حق العشار ينتقوها قبل حلها وهذا يؤدي إلى نقصة ثمرة كل ما تنضقها قبل حلها على الرغم مما قد تسببه عملية جني محصول المانجو غير الناضج من أضرار تقلل من كمية الإنتاج في المواسم القادمة إلا أنها الطريقة الأنسب للمزارعين قبل أن تتسبب الحشرات الضارة بإتلافها بعد أن تسببت في القضاء على الكثير من مزارع فاكهة المانجو خلال عامين هنا في منطقة حلمة التي تمتلك ثانية أكبر مساحة زراعية في دلتا أبيان بعد منطقة باتيس يرى المزارعون أن الاهتمام بزراعة المانجو بدأ في التراجع مؤخرا حيث شكل غياب الاهتمام الحكومي سببا رئيسيا لتقليص المساحات المزروعة خصوصا بعد أن تسببت السيول التي ضربت المحافظة خلال الفترات الماضية في جرف الكثير من الأشجار دون أن تسهم السلطات في إيجاد معالجات تقلل من حجم الخسائر التي لحقت بالمزارعين ما دفع الكثير منهم إلى زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة وجهد لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان